بداية هذه جولة مع زمير إبراهيم عزت عليك الكلمة إبراهيم شكرا جزيلا لك فيروز صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام من محافظة جنوب سيناء وبالتحديد من مدينة السلام هنا في شرم الشيخ مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في المحافظات المصرية كافة والتي بدأت في تقديم خدمتها للمواطنين بصورة عامة في المحافظات كافة تعمل وزارة الصحة على زيادة هذه المراكز في المحافظات المصرية ولكن لماذا نتواجد هنا في شرم الشيخ تحديدا القطاع السياحي كما تعلم زميلة فيروز التي أولته الدولة أهمية خاصة وأولوية عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية خط الدفاع الأول في هذه الجائحة كان هناك أولويات أعلنت عنها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن قطاع الصحة أيضا بدأ وقارب على الانتهاء من تطعيم الأطقم العاملة في قطاع الصحة على كل حال مزيد من التفاصيل على الهواء مباشرة يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي مع حضرتكم مشاهدين الكرام مع دكتور محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي دكتور برحب بحضرتك بداية وصبع الخير أهلا وسهلا كيف تبدو الأمور فيما يخص تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير اللقاح هنا في شرم الشيخ ويمكن زي ما بدأت قبل قليل الأطقم العاملة في قطاع السياحي عموما لها أهمية هنا في هذه المدينة على الأقل أولا بشكر حضرتكم تاني حاجة بالنسبة للأولوية للأطقم السياحية جت في المرتبة الثانية بعد الاهتمام للأطقم الطبية يعني بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية جتنا تعليمات من نظرة الصحة بالبداية في تطعيم الأطقم السياحية والحمد لله مدريت شؤون الصحية هنا في شرم الشيخ وفي جنوب سينة عموما قطعت شرط كبير جدا تطعيم العاملين بالقطاع السياحة يعني أعداد لبقسة بها أعداد كبيرة جدا ترقت تطعيم ومكملين إن شاء الله لغاية ما نكمل الجميع من يعمل في الطاع السياحة إن شاء الله يمكن بخطوات ميسرة أعلنت عنها سيدة وزيرة الصحة فقط عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني نتكلم كمان يا دكتور على طبيعة هذه المدينة نتكلم شرم الشيخ فيها أجانب مصر أيضا وفرت الخدمة لغير المصريين والمقيمين على أراضيها هل الخدمة ربما لغير المصريين هناك إقبال ربما للمقيمين هنا من الأجانب العاملين في قطاع الصحة وما إلى ذلك؟ لا المفاجأة اللي أقولها لحضرتك إن الإقبال من الأجانب كان أعلى من الإقبال من المصريين المقيمين في شرم الشيخ فعلا والأوراق تثبت صحة كلامي الإقبال كان من قطع النظير جدا من الأجانب المقيمين أقدموا على التسجيل وأقدموا على الحضور وكانوا بيسألوا في أنواع التطعيم والأفضل لهم إيه والوزارة موفرة لهم إيه كانوا يعني الحق يقال يعني اهتموا والخدمة المقدمة للمصري أو غير المصري المقيم هي خدمة واحدة بتاقي على حد انسوا يعني الاقتلاف في الإسم بس إنما ما فيش أي اقتلاف في تقديم نوع من الطعوم معين على حسب ما بيتراء للطبيب اللي موجود في الواحدة هنا بيقرر للمصري زي الأجنب بالزبط نعم أيضا وزارة الصحة دكتور كانت أعلنت على متابعة الحالات اللي تم تطعمها هل حضراتكم هنا في شرم الشيخ رصدتوا أية من يعني الحالات اللي تعرضت ربما لأعراض معينة أو حصل لها أي أثار جانبية من اللقاح هنا في شرم الشيخ حضراتك احنا متابعين كل من يتلقى اللقاح عندنا في واحدة شرم الشيخ الدولي هنا إلى الآن لم يرد إلينا أي مضاعفات من مترق اللقاح متابعينهم بالتليفون هم على تواصل دائم بينا كثير الأسئلة سواء كانوا مصريين أو أجانب بيسألوا على طول الأعراض هتبقى إيه بعد التطعيم خلال قد إيه هيحصل إيه إحنا أفدناهم بكل حاجة وإحنا على اتصال دائم بيهم لغاية الآن نعم مصر بتعمل أيضا على توفير العدد الأكبر من اللقاحات ويمكن السيد دولة الرئيس دكتور مصطفى مطبولي بالأمس كان أعلن على دفعات جديدة ستصل اللقاحات المتواجدة ومدى تنوعها هنا في شرم الشيخ موجود عند حضراتكم الاتنين أسترازينكا والسينوفارم أليس كذلك؟ موجود يا فندم من البداية موجود عندنا الأسترازينكا والسينوفارم موجود من البداية وبكثرة موجود وبكثرة هل المطلق الخدمة له الحق في الاختيار ولا على حسب الوحدة هنا؟ لا إحنا ماشيين كلام يعني ماشيين على حسب العلم ما بيقول يعني هو مش العلم بيقول الاتنين واحدين بس في ناس بيفضل ان هم بياخدوا على حسب نوع معين ده على حسب رأي الطبي مش رأيش رخصي على حسب رأي الطبي احنا بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومة شكرا شرفتونا شرفتونا إذن مشاهدين الكرام هذا هو لقاءنا من هنا من مدينة شرم الشيخ وضفنا العزيز الدكتور محسن عبيد وهو مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولة زميلة فيروس تحدثنا عن الخدمة المقدمة للمصريين وكما تعلمي أن مصر وفرت أيضا اللقاح لغير المصريين والمقيمين على أراضيها فقط هي خدمة موحدة وخدمة متشابهة للمصري وغير المصري للذين بادروا لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا إليك الكلمة مرة أخرى الزميل إبراهيم عزت بشكرك جزيلا الشكر على كل هذه المعلومات وبشكر ضيفك الكريم كنتما معنا مباشرة من شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر